ما دلالات هذا الزخم الدبلوماسي في الأقليم الشنوبية وهذه التمثيلية التي بين الفينة والأخرى نتابحها وهذا المدى القاري هناك اليوم تمثليات من دول آسيوية من أمريكا اللاتينية من دول شقيقة وبعيدة كيف هذا الزخم وكيف نستثمر الموقف الإسباني لنعود إليها الدكتور في أمريكا اللاتينية ونعرف هذه العلاقات التاريخية الضاربة بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية أولا ربما هناك مقاربة مجالية للمغرب مؤدها هو جعل الأقاليم الجنوبية مناطق ربما تشكل قاطرة للتنمية أيضا حتى بالنسبة للمغرب بالنظر إلى تموقع جيوسياسي وجيو اقتصادي وبدأت ملامحه ليس فقط في الأوين الأخيرة وإنما ربما حتى منذ سنة 2000 جلالة المالك أنا داك كان ما يسمى بالفوكاك وهو اللقاء ما بين الصين وإفريقيا الفوغوم ديال الشينافريك وكان أنا داك جلالة المالك قرر إلغاء الديون المستحقة بعض الدول الإفريقية الأقل تقدما وكان قرار شجاع وأنا داك شكل ربما الانطلاق لبلورات سياسة إفريقية للمغرب وبدأ العمل في مرحلة كوفيد دكتور نتحدث في وقت الأزمة والصديق يعطيه في أوقات الأزمة أكثر من وقت الانفراج وأكثر من 15 الدول استفادت من جرعات ومن أدوات طبية إلى آخره هذا يدخل في إطار أيضا حتى ما يسمى بالدبلوماسية الإنسانية إذن يمكن أن نقول هناك مقاربة مجالية للتنمية لأنها جسدت انطلاقا أولا من إقامة ما يسمى بوكالة تنمية الأقليم الجنوبية لأن المقرر الآن أضحى في العيون ثم بالإضافة إلى جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أيضا واحد الخزان للمعلومات والتفكير من أجل سيغة ورقة طريق للتنمية المستدامة أو المستديمة والمدمجة أو المندمجة وبالتالي كان تخصيص مبالغ مهمة جدا أعتقد بأنه فتح قنصوليات في تلك المدن العزيزة علينا يدخل في هذا التوجه ثانيا هناك بطبع حال حركية ديبلوماسية مهمة جدا صراحة في الأوينة الأخيرة وهذا يرجع بطبع حال إلى ربما بلورة ما يسمى بخريطة ديبلوماسية جديدة كيف يمكن للمغربي أن يستفيد من دعم هذه الدول ولكن ليس فقط دعما فقط غير بالأقوال وإنما أيضا بالأفعال وهذه الدول تستفيد من المغرب كذلك هي كعلاقات رابح رابح تبحث عن موطئة قدما لها نحن نعرف ماذا تعني الدخل ولنا رؤية ثاؤلية كيف ستكون الدخل حتى بعد سنوات قليلة دكتور إذا أخذنا الأخت شوهراء مثلا البحرين والإمارات العربية المتحدة جزلي تجزأ من مجلس تعاون خاليجي ولازم نذكر بأن هذا المجلس ستدعى المغرب من أجل أن يصبح عضوان في هذا التكتل بالإضافة إلى الأردن ولكن كانت أيضا دعم مجال أردن أيضا افتتحت قنصرية أو تمتيلية ربما غدا ونعود كذلك يا دكتور إلى هذا الموقف عندما تمسك المغرب في هذا الموقف الذي كان فيه قوي تمسك ببعده المغاربي رغم مرحلة التوتر ورغم السياق الصعب قال إنه متمسك بالبعد المغاربي ربما مسألة وقت لأنه لا التاريخ ولا الجغرافية احتمع إسبانيا يعني في واحد الوقت بتنقولوا حنا بالدرجة الوقت كدو بالحديد وبالتالي فربما هناك خلافات ولكن حتما حتمية التاريخ والجغرافية ينبغي أن تدفعها بالبلدين الجارين لأن شعبين شقيقين وتوأمين لننسى خطب صاحب الجلالة وهذا إيمان رصيخ بأنه لا منصة من التعاون ومن الاندماج ترجمة نانسي قنقر